قشط و... شكراً مدة الإنجاز حسب توقعاتك؟ مدة الإنجاز كلها تقريباً تفوق سنتين ونصلت للسنوات كل هذه المداخل لأنه مداخل صار بيها إضافات وتوسعة هذه المداخل صارت أكثر من سايد يعني أكثر من ممر بس بغداد الكوت هواي صار بي شغل؟ نعم، هساً راح أجيك على بغداد الكوت راح أجيك على بغداد الكوت وصار بي جسور مشات صار بي تأثيث الطريق من كاميرات فيديوية لمراقبة الطريق من جسور مشات من جسور سيارات من إنارة فهذه أصبح المشروع المواصفة مختلفة عما ابتدأ به فهذا يأخذ وقت بالموافقات وبأمر الغيار الآن إحنا باشرنا في هذا المدخل عندنا مدخل بغداد موصل هذا مهم لا نعم، بس لحظة بس لحظة قبل هاي بغداد الكوت المقطع اللي يبدي من جسر ديالة الى فلكة المدائن هاي مسؤولية منو كنا إحنا مشاركين بالتقاسم مع وزارة الإسكان والإعمار لكنه صار اختلاب بالمواصفة اللي إحنا ننفذها مع المواصفة اللي تنفذها وزارة الإسكان والإعمار مواصفة الطريق لذلك توافقنا على أنه تنفذ وزارة الإسكان والعمار كل الطريق ونحن ننفذ مقطع فقط إنارة